أكد رئيس الحكومة يا سيد سعد الدين العثماني أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية السيدة جولي فرهار لم يقدم الأدلة المادية التي مفتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب والتي رفقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة وقال السيد العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت في توجيه الاتهامات الباطلة أو نشره على العموم عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير بصيغة الجزم مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب وأضاف أن المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي يبقى منفتحا على الحوار البنائي الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة وهو الضروري لنجاح أي حوار وذكر رئيس الحكومة بأنه قد توصل برسالة جوابية من السيدة جولي فرهار جوابا على رسالة الموجهة لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020 طلبا للإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الصادر يوم 22 يونيو 2020